وهذا رجل يقول بعد عودتي من العمل وجدت زوجتي لم تعد لي الطعام ولما سألتها قالت لابد أن تحضر لي خادمة لأنني كنت في بيت أبي لا أمد يدي في أي عمل بل كان الخدم هم الذين يقومون بكل ما يلزم فهل الشر يوافق على ذلك خدمة الزوجة لزوجها مظهر من مظاهر المشاركة والتعاون في بناء الأسرة وتوفير المودة والسكن وهي مبدأ مقرر من قديم الزمان في الشرائع الوضعية كقانون حمورابي والشرائع السماوية كاليهودية والمسيحية والإسلام أيضا جعل من مهمتها ذلك ففي الحديث المتفق عليه والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها وقد مارست نساء الإسلام خدمة أزواجهن من عهد النبوة إلى الآن وقرر حديث أسماء من تيزيد أنه يعدل في الثواب عمل الرجل في الجهال وغيره وكانت فاطمة بنت الرسول تطحن بالرحى حتى تألمت يداها ولم يرسل لها أبوها من يكفيها ذلك وأسماء بنت أبي بكر شاركت زوجها في علف دوابه وتحضير ما يلزمه كما في حديث مسلم وزوجات الرسول كن المثل الأعلى في خدمته وإن كان يشاركهن أحيانا في مثل حلب الشات وخدمة نفسه وقد اختلف علماء المسلمين في حكم هذه الخدمة بناء على ما ورد من النصوص والأخبار فقال بعضهم هي واجبة على المرأة وقال آخرون ليست واجبة وإنما هي تطوع قضى به العرف دون إلزام من الشرع والمراد بوجوب الخدمة وما كانت داخل البيت كالطبخ والغسل كما قال بعض العلماء وقال الطبري إن خدمتها للبيت محلها إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه وحكي عن مالك أنها لازمة ولو كانت ذات قدر وشرف وهذا إذا كان الزوج معسرا ومفهومه أن الموسر يلزمه إحضار خادم في القيام بأعمال منزل وقد لخف ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية اختلاف الفقهاء في ذلك ما بين الوجوب وعدمه ووجوب الخفيف منه كما صدرت فتوى بأن خدمتها لزوجها ولنفسها واجبة إذا كان زوجها فقيرا أو كان موسرا لكن لم تجري العادة بأن يكون لمثله ومثل زوجته خادم هذا باختصار هو حكم الشرع في خدمة البيت هل هي واجبة على الزوجة أو هي تبرع وحسن معاشرة وأرى أن يترك الأمر للعرف واعتبار حال الزوج ومكانته الابتماعية ومقدرته المالية وكمية الأعمال ولياقتها واعتبار الشعور بقيمة العلاقة بين الزوجين ولو وضعت هذه الصورة عند الخطبة لم تنشأ أزمة في هذا الموضوع والله أعلم